يو السلام عليكم ورحمة الله ورحمة الله ورحمة الله ورحمة الله ورحمة الله ورحمة الله وبركاته مقطع اليوم برعاية سناب تيوب سناب تيوب هو تطبيق تقدر تنزل في الفيديوهات من جميع تطبيقات وشبكات مواقع التواصل تقدر تنزل فيديوهات بصيغة mp3 وتقدر تنزل جودة 4k full hd كل شيء وحاليا سناب تيوب نسوي فعالية اسمها دولا بالحظ الفعالية الي تقدر تفوز فيها بجوائز زي جوال شاومي ايم ناين وجلكسي تاب وساعة سامسونج الجديدة وحاجات كثير كل الي عليك تسويه هو انك تضغط على الرابط الي في الوصف عشان تحمل التطبيق تفتح سناب تيوب وتضغط صورة دولا بالحظ تسجل دخولك عشان يقدر يتواصلوا معاك إذا فوز وكلما تنزل مقطع من التطبيق بتلقى فرصة جديدة انك تدور الحاجة دي وتفوز بجائزة رابط تحمل تطبيق سناب تيوب تلقو في الدسكريبشن تحت المهمة اليوم ما ادري ليش اتذكرت حصة الاحياء اللي كنا ناخذها في المدرسة الحصة دي ما في اي طالب كان ينام فيها فجأة كل الطلاب صاروا مهتمين بالعلم والمعرفة في الرياضيات نايمين في الكيميا نايمين تيجي حصة الاحياء الزومبيس كلهم يقوموا مركزين في حصة الاحياء بدينا نتعلم جسم الإنسان ووظائفه ومدرسة في حصة محد كان يركز فيها زي لما الأستاذ يتكلم عن البنكرياس ومدرسة What the shit is bancares no one gives a shit about bancares محد يبغي يعرف الحاجات دي البنكرياس قاعد في الجسم اوكي شكرا خلاص اللي بعده محد كان يهتم للقفص الصدري وكيف يشتغل قاعدين نتنفس اوكي الحمد لله ادخل في الموضوع فجأة الأستاذ يبدأ يتكلم عن الأعضاء وعملية التكاثر ومدرش اهلنا الشعب كله يصير مركز طبعا الطلاب يكونوا عارفين انه مثلا درس اليوم بيكون الدرس ده عشان كذا الشعب يكون صح صح من بدري أستاذ الأحياء كان أستاذ طيب خلوق وكان من النوع اللي ما يتكلم كثير في أستاذ يقعدون مع الطلاب ويضحكوا معهم والطلاب ينتظروا حصة بس عشان يقعدوا مع الأستاذ وفي أستاذ دائما مع الصبين إذا تنفس بصوت عالي يجي لدك وفي الأستاذ زي أستاذ الأحياء طيب يحترم الطلاب الطلاب يحترموا حاله حال نفسه كيف تعرف ان الطلاب يحترموا الأستاذ إذا الأستاذ طلع من باب الفصل والطلاب ما قاعدوا يحشوا فيه ويدعوا عليه مدريش في أستاذ اذا كانوا يطلعوا من الفصل وعلى طول الطلاب يتجمعوا ويبدأوا يدعوا عليه يارب انزل عليه صاعقة من السماء يواتي سمعت دعوات جامدة ما قد سمعتها قبل كذا يارب يطيح في نفق والنفق يتقفل باسمت بالغلط وما يلقوا مرة ثانية ماذا؟ أدعوا عليه بشوية يشبون ما كم متوحشين زي كذا المهم يدق الجرس والطلاب عارفين ان الحصة الجاية حصة الأحياء واليوم بناخذ الدرس اللي كل الشعب منتظروا الأستاذ برضو عارف اش درسه اليوم الأستاذ يفتح الباب بشويش ويدخل الفصل بشويش كأنه شايل هم الدنيا مر باللحظة ذي للسنوات كثيرة وعارف ان الطلاب بيسوقوا وما دخل الفصل ولقى كل الطلاب صاحين كل الشعب صاحي اللواء اسامة ذا ما كان يقوم من النوم لو ايش ما يقوم منه في حالات الطوارئ عشان يمشي الحمام مليك النوم فجأة كذا لقيناه صاحي He knows what's going on الأستاذ وقف يمسح السبورة وهو يحق رأسه مما هو عارف كيف يفتح الموضوع ذا وقف شوية وقال أول شي لا حياة في العلم على الطول بدأت الأسئلة كيف يعني يا أستاذ اش قصدك لسه ما دخلنا في الحصة الطلاب بدأ يسألوا شعب مهتمين في العلم ما شاء الله بدأ يقول يعني الحاجات اللي بتتعلموها جزء لا يتجزأ من العلم ولازم كلنا نتعلم عشان نصير مثقفي يا أستاذ يعني مو عب وقفوا خلاص نخلي الأسئلة في النهاية الأستاذ قفلت معه من البداية الطلاب كانوا يدوروا أي زلة عشان ينكتوا فجأة الأستاذ قال لواحد من العائل أبدأ أقرأ الصفحة مدركم الطالب ذا أنا أعرف حق المعرفة ما يعرف يقرأ أمي لا يقرأ ولا يكتب طلع في الإذاعة وما قدر يقرأ الحكمة القصيرة اللي أعطوه هي فجأة كذا صار مدرس لغة عربية يسعى الإنسان لبقاء نوعه واستمراره على الأرض من خلال عملية التكا كيف يا أنا عملية يا إبن يا أقرأ الدرس الأستاذ بدأ يعرك الطلاب كلهم دكاترة في الموضوع ذا بسيبغو يحرجوا الأستاذيبغو يدوروا نكتة بس طالب كمل قراءة وقال وللتحقيق ذلك لابد من وجود جهاز تناسل يتكون من عظام متخصصة وقناوات وغو أستغفر الله يا أساس أستغفر الله إيش قلت أدب يا أساس هذا العلم هذا العلم الأستاذ بدأ ينجن في اليوم ذاك ما قد شفنا ينجن بالطريقة دي الأستاذ كان مسكين بس في اليوم ذاك خلاص عرفنا المثل اللي يقول اتقي شر الحليم إذا غضب ولا شيء زي كذا الأستاذ كان معصب لأنه عارف إن الطلاب يسوقوا أمه كل أمه هم عارفين وفاهمين بس كذا لازم كل واحد ينكت عشان يضحك الشعب كل ما واحد يضحك الشعب ياخذ النقاط ريسبكت زيادة كذا الشعب كانوا يشايفين أفاهم بعدين خلى دافور الفصل يقرأ دافور الفصل ذا هو اللي كان يخرب أي حاجة الناس تبغى تضحك بس هو يخرب كل شيء قرد درس كامل بدون ما ينكت غضب من عليك غضب بعد ما خلص الأستاذ قل له أحسنت يا ابني وفرح كذا يبتسم ابتسامة غفية وقال شكرا يا إنسي كنا نكره كره كان من النوع اللي يمكن يقتلك ويقتل عشرة طلاب عشان يزودوا درجة واحدة ما عنده مشكلة متعطش للدرجات ما تقدر تثق فيه زومبي درجات المهمة الأستاذ حاول يشرب من الدرس وقال اقلب الصفحة قام اللواء أسامو وقال دقيقة يا أستاذ خلص الدرس الأستاذ قال لا بس نبغى نلحق نخلص ثلاثة دروس مهمة اليوم قبل الاختبار بس ليش أنا ما فهمت أي شيء الأستاذ قال له انت نايم طول السنة ليش صحيت اليوم وبدأت تسعجنا الطلاب كلهم فهمين انت بس اللي ما انت فهم أنا والله ما فهمت يا أستاذ أنا برضو ما فهمت أنا ما كنت مركز يا أستاذ شايف يا أستاذ قل لأنا ما فهمنا الأستاذ طالح في السقف الثانيتين أنا حسبت إنه بيفك المروحة ويرميها علينا يقطع رؤوسنا بس بدأ يتكلم ويقول في عمليات التكاثر لابد من وجود جهاز تناسلي أوكي ويتم تلقي أستغفر الله يا سأوقف أوقف ليش قاعد تتكلم الأستاذ خلاص صار مجنون من جد الفصل كله صار كوميدي كل ما يقول الأستاذ حاجة يجي واحد ويطلع نكتة الأستاذ قال إن لي يتكلم بعد كذا بطلع عند الوكيل والوكيل كان خزان ما حد يبغى يمشي لخزان وينبلع ويختفي للأبد فجأة الفصل كله سكت والأستاذ بدأ يشرح خلقنا الله ذكورا وإناثا للتكاثر فجأة من حيث لا تعلم تسمع كيف يعني الأستاذ شاء الأقلام وطلع من الفصل أنا حسبت إنه بيمشي سيارة ويجيب الرشاش ويقتلنا كلنا بس طلع وجاب خزان أخص من الرشاش إحنا عرفنا إنه خزان جاي الفصل قبل ما يدخل الفصل إذا أنت في الفصل وفجأة الأرض تبدأ تهتز وتسمع دهب دهب على طول تعرف إنه خزان جاي فتح الباب وقال ما أنا لم سوي أزعج والمشكلة إنه صوت خزان لحاله تعذيب صوته يوصل ثلاثة أحياء كاملة إذا صيح عذاب أليم تمام الأستاذ بدأ يأشر على الطلاب طلعوا اللواء أسامة طلعوني أنا طلعوا كم واحد إحنا متوقعين إنه هذا القصص خلاص اليوم بنموت خزان بي بلعنة بس فجأة الأستاذ قال أعطيهم فرصة هذه المرة عشان لو عادوه أنا بجيبهم عندك مدرش حسيت إنه أنا ببضاعة قاعدين يتاجروا في الأساتذة خلاص لو خلصت منهم جيبهم عندي مدرش الشرطة تسوني عند أهلكم إحنا بس ربنا نجيانا من الهلاك في اليوم ذاك الأستاذ بعدها شاف أنا خايفين وساكتين بدأ يكمل الحصة بدون ما أي أحد يقاطعه وبعد ما خلص قال في أحد عنده سؤال وما كان في أي أحد عنده سؤال لأنه ما أحد يبغي يتعلم كل أسئلتنا كانت طقطقة والأستاذ ذا كان طيب حسي إنه زعل الطلاب وقال لنا اليوم فسحتكم ببلاش عندي مدرش بس لأنه صيح علينا والشي ذا كان من أقل حقوقه بصراحة يعني لو أنا أستاذ والطلاب جننوني زي كذا والله بتقوم مضاربة في الفصل بتضارب مع العشرين طالب كلهم I don't give a shit بس الأستاذ كان طيب ومسكين وفي النهاية نجحنا كلنا ما أدري كيف بس حصة الحياة ما توصل لحصة الكيمية اللي تريلا كان بيحرق المعمل فيها بس دي نخليها الوقت ثاني لأنها قصة طويلة الصح وبرضه أبغى أسوي مقطع نهاية السنة وأجيب أحسن لقطات القناة في 2019 أبغى كل واحد يكتب لي أحسن مقطع شاف عندي في القناة في 2019 في الانستقرام مقطع بيكون جامد صح شكرا 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 السلام عليكم سلام عليكم السلام عليكم بسم الله الرحمن الادم اذا عشبوا مستعجل في حياته زي كده أبغى أعرف ليش يتكلم كأنه سونيك السلام عليكم سلام عليكم هذا تلقاي ينام يصحى على الطول يشرم ميا يمشى الجامعة يرجع يسوي مقطع السلام عليكم يخلص خمسة أيام في يوم واحد وأنا أقول ليش يسمى المالوت لانه معناتها مالودة مستعجل يا مان you know what I'm saying اوكي خلونا نكمل عافز موازينكم مني الله يعينكم ملايين مشاهدات ترموا من زينكم سرقت محتوى وتصير اراغوز هذا فيديو تعليمي منباري كيف تجيب فيوز رون مين هذا بنوين الاسم توقع من حليب شوكولاتكامل الدسم اسمع وتسم ركز والسجم اول دس في هذا البيف كلمات تنفهم ما لا تسو فيها واو احنا حاقين اوكسفورد نقرأه و نكتبه كلماتنا تنفهم بروفيسور الوحيد اللي ما فهمت كلماته لين دحين هو سبوكي ايش قال في الدس ذا بالضبط لين اليوم ما حدا